اشتركوا في القناة في المناسبة أكدت الدكتور أحلام زينل الرئيس التنفيذي لشركة العرين القابضة أكدت أن هذا التكريم يأتي بمثابة شهادة على التزام الشركة بتقديم مشاريع سكانية استثنائية تلبي الاحتياجات المتطورة للعملاء كما أكدت تطلع الشركة إلى مواصلة دفع حدود الابتكار والتميز في هذا الغطاع إلى أفاق أوسع من التقدم والازدهار بما يتماشى مع أهداف الرؤية الاقتصادية للمملكة 2030 من جهته أكد السيد أحمد خلفان الرئيس التنفيذي للتسويق والمبيعات في شركة العرين القابضة الرئيس التنفيذي لمشروع تلال السكني أن هذا التكريم يبرز الأفق الاستثنائية لمشروع تلال السكني الذي سيكون وجهة سكنية فريدة من نوعها وإضافة مهمة للقطاع العقاري في مملكة البحرين لما يضمه من وحدات سكنية فريدة من نوعها ومرافق عصرية للباحثين عن السكن والاستثمار في مناطق مرموقة في مملكة البحرين هذا ويعاد مشروع تلال الذي تم إطلاقه مؤخرا أحد المشاريع التطورية الرائدة ضمن المخطط الرئيسي لمشروع العرين والذي من المقرر أن يوفر واحة سكنية متطورة تتماشى مع النهضة العمرانية التي تشهدها مملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر